اشتركوا في القناة كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة 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 رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب أي رواه راو واحد فقط وجاءت رواية أخرى كما جاءت روايات فيها مقال لكن تقبل في فضائر الأعمال بهذا الثواب وبغيره والثابت كما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلت يذكر الله حتى تطلع الشمس من هنا نعلم فضل صلاة الصبح جماعة في المسجد وفضل المكس فيه مع الاشتغال بذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلاة الضحى التي أقلها ركعتان ولا يستبعد أحد أن يكون ثواب ذلك كثواب حجة وعمرة ففضل الله واشع يقبل القليل ويعطي الجزيل وذلك له نظائر كثيرة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة معه كما رواه مسلم فليس معنى ذلك أنها تكفي عن الحج إذا كان قادرا عليه بل لا بد من أدائه وكذلك إذا كان الصلاة الفريضة في رمضان تعدل سبعين فريضة في مسواه فليس معنى ذلك أن من ترك سبعين صلاة تكفي عنها صلاة واحدة في رمضان بل لا بد من قضاء كل ما فات وكذلك إذا صح الحديث كما رواه مسلم أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فليس المراد أن الصلاة الواحدة تكفي عن ألف صلاة تركها ومثل ذلك ما رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه لا يعني أن يهمل الإنسان في الصلاة سنوات طويلة ثم يعوض كل ما فات بصلاة واحدة أو أكثر قليلا في المسجد الحرام والله أعلم